أبو محمد يسأل يقول هل يؤثم المسلم في حالة عدم رغبته في الزواج أبو محمد بارك الله فيك الجواب لا لا يؤثم إذا كان الشخص ليس لديه رغبة في الزواج ولذلك العلماء في مسائل النكاح يجرون عليه الأحكام التكليفية الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمكروه والمحرم الواجب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح فذكروا من جملة ما ذكروا المباح قالوا إذا كان الإنسان ما عنده رغبة في النكاح وهو قادر على السيطرة على نفسه ويعرف بأنه لا يسلك طريق الحرام ما يجبر على ذلك ولا يؤمر به ولا يؤمر به لكن هل تركه للنكاح أفضل الجواب لا الجواب لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة لكن الشخص يقول لا والله أنا ما لي رغبة ولا عندي ميول ولا عندي كذا وعندي اهتمامات مثلا معينة هو صادق في هذا يعني ليست عاطفة لا هو صادق لا حرج لا يجبر على ذلك